بيفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ودكتور أشر الصبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد والنائب البرلماني عبد الرحيم علي فعاليات ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة بيؤقد بمركز شباب الجزيرة وبيوفر 9200 فرصة عمل منها 30% لدوي الاحتياجات الخاصة من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بيشارك حوالي 70 شركة من أكتوبر والقرية الدكية والعجوزة برواتب بتتروح ما بين 1200 ل 3500 جنيه